اللي قدامكم ده جهاز عملته سوني من اكتر من اربعين سنة من يومين نزلت سوني فيديو بتحتفل به بمرور اربعين سنة على جهاز ووكمان اللي كانت عاملها واللي كان ساعتها عمل طفرة كبيرة فانك تقدر تشغل عليه مقاطع الموسيقى اللي انت بتحبها اي حاجة والواحدك بعيد عن دوشة الناس وبعيد عن اي حد ومع نفسك وبدون حتى ما تسبب قلق لحد في سنة 79 وده حديدا اول يوليو سوني اطلقت اول جهاز ووكمان وكان اسمه ووكمان تي بي اس ال 2 واللي كان عندنا في التسعينات او بداية الفين اللي يجيبه او يبقى معه جهاز ووكمان يبقى كده الراجل ده ابو مليونير بقى وماشي ومحدش قده كان يجيب الجهاز ده ويحطه في جيبه ويعلقه في جنب البنطلون مع الحزامة بوتوكا كبيرة وبقى ماشي كده محدش قده حاطت الهيتفون في ودانه الحقيقة الوكمان ده عمل طفرة وضقة كبيرة جدا في الوقت ده لانه وقتها ما كانش منتشر غير اجهزة الراجل واجهزة البوم بوكس التسجير الكبير قوي اللي ابو قبى لما كانوا يرجعوا من السفر كان اساسي ولازم يجيبوا معه جنب البطنية اللي مرسوم عليها النمر وعلى الرغم ان الوكمان وقتها كان عامل طفرة فعلا كبيرة ولكنه لقى انتقادات وسخرية من بعض الناس اللي فضلوا يترقوا طبعا ان الجهاز ما بيسجلش بقى وما تقدرش تسجل عليه حاجة ولكنه وقتها ما كانش مخصص للغرض ده كان مخصص بس انك تحط او تسمع التراكات اللي انت بتحبها وعلى مدار الايام والشهور والسنين فضلت سوني تطور وتعمل اشكال وتقنيات كتير من جهاز الوكمان فما كانش مكتصر على شرائط الكاسيت بس ومن سنتين بالضبط رجعت لنا سوني في معرض الالكترونيات الاستلاكية اللي هو CES 2017 بجهاز وكمان جديد اسمه وكمان NWA 35 الوكمان ده كان بيدعم اغلب الصياغ الصوتية المعروفة بجودات عالية وبشاشة تاتش وفيه ذاكرة 16 جيجا وممكن تضيف فيه كارت ميموري لو حابب عشان يواقب التطور طبعا اللي بيحصل حوالينا في التكنولوجيا صحيح بقى النهاردة اي حد مع موبايل يقدر يحط عليه مكاطع الصوت اللي هو حابب يسمعها وبجودات مختلفة ويعيش مع الهند فري لكن الفضل يرجع لشركة سوني اللي لها طعم خاص بسبب جهاز الوكمان حاجة كده خد يا عم اعمل اللي انت عاوزه مع نفسك بدون ما تغلس على حد او حد يغلس عليك فدي حاجة من الذاكرة ما اعتقدش ان الجيل الجديد كان يسمع عنها في حابة ان انا اشاركها معكم والناس الجميلة بقى جيل التمانينات او جيل تسعين زي حالتي كده عاوز اعرف انتوا كنتوا بتستعملوا جهاز الوكمان ده ولا ما كنتوش تعرفوه اصلا ولا كنتوا عارفين وما كنتوش مهتمين بانكم تستعملوا جهاز الوكمان وبعدها طبعا بقى لقينا الام بي ثري والام بي فور واجهزة الايبود وحاجات كتير كده بقى فيه تطور كبير ولكن يا جماعة سوني لها تقنيات خاصة كده تظل في القلب زي امير القلوب تريزي جي فبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو لو عاقب ربقى مساش تعمل لايك لي ولو حابب نعمل حلقات من النوع ده نرجع بها للزمن ورا شوية ونشوف التقنيات القديمة ونتعرف عليها مع بعض حابب بعرف فعلا رؤيكم من خلال التعالية تحت الفيديو والآن مرة تشوف الفيديو من خلال القناة يريد تشرفني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان وصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله على القناة ان شاء الله واشوفكم في فيديو جديد كان معكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته